أفد مصدر أمني أن مواطنا قام بإبلاغ الجهات المختصة عن الاجتباه بوجود حقيبة في منطقة دوار الجمره جنوب العاصم عمان مساء يوم أمس قال المصدر أن الأجهزة المختصة حضرت إلى المنطقة وقامت بإجراء لازم وبعد الفحص تبين أن الحقيبة تعود إلى أو يوجد فيها ملابس قديمة وكانت الأجهزات الأمنية أغلقت منطقة دوار ما تسبب بأزمة مرورية لفترة وجيزة لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة